اشتركوا في القناة وعلى إثره تم حل جامعات مستقلة تابعة للبهائيين واعتقال أساتذتها وفقد الكثير من البهائيين وظائفهم بسبب معتقدهم كما صدرت أموالهم وحرموا من التعليم بل وحتى قتل بعضهم أحيانا خارج إطار القانون وفق تقارير المنظمات للحقوقية كما قامت عناصر تابعة للنظام في طهران بتدمير الكثير من المقابر لموت البهائيين في العديد من المدن الإيرانية على مدى السنوات الماضية وتسلط هذه الأحداث الضوءة على طائفية النظام الحالي ومارساته البشعة ضد العرقيات والأقليات الدينية والمذهبية في بلاده والتي يزعم حمايتها وحفظ حقوقها